جزيشتا در كلاين شتات وجوه المدينة الصغيرة دي جزيشتا وهي الوجوه دي كلاين شتات وهي المدينة الصغيرة إن أين كلاين شتات يعني في مدينة صغيرة لبتن فيلو منشن عاشو ناس كثيرون دي شتات هي المدينة دي منشن هما الناس لبتن هو الفعل لبن يعني عاشا يعيشو متفرشيدن اغشاينونكس بلدان بمظاهر مختلفة دي اغشاينونكس بلدان هي المظاهر والمقصود هنا هو المظهر الخارجي ألينا فار نيشت جروس ألينا لم تكن قامتها طويلة الصفة جروس في هذا السياق معناها طويلة زيفا كلاين يعني كانت قامتها قصيرة الصفة كلاين هنا معناها قصيرة عندما تريد أن تصف شخصا ما أن قامته طويلة تقول جروس وإذا كان العكس كلاين يعني قصيرة زي هات بغاون هاغ يعني كان عندها شعر بني اللون بغاون هو اللون البني دي هاغ وهو الشعر وند بلاو أوجن يعني وعيون زرقاء اللون دي أوجن وهي العيون بلاو هو اللون الأزرق دي أوجن فارن جروس وند شون عينها كانت كبيرة وجميلة دي هاوت فار هيل يعني بشرتها كانت فاتحة دي هاوت هي البشرة هيل يعني فاتحة وند دي لبن فارن غوزة وشفتيها كانت وردية اللون غوزة هو اللون الوردي دي لبن وهي الشفتين أين ستاقس يعني دات يوم تخاف ألينا إم باك إيرن فرون تيم التقت ألينا في المنتزه مع صديقها تيم تخاف هو الفعل تخفن في الماضي يعني التقى يلتقي تيم فار جروس يعني كانت قامة تيم طويلة وكان شعره أسود شوارس هو اللون الأسود يعني كانت عيونه خضراء غرين هو اللون الأخضر وكان عنده شارب وهو الشارب تيم فار دون يعني تيم كان نحيفا دون صفة معناها نحيف وكان عنده أنف نحيف دي نازة هو الأنف شمال صفة معناها ضيق ولكن في هذا الصياق معناها نحيف يعني ألينا وتيم جلسوا على مقعد دي بانك هنا معناه مقعد زاسن هو الفعل زيتسن يعني جلسا وكان لوت يعني ورا أو الناس يمرون يعني مرة يعني رجل بلحية طويلة دير بات وهي اللحية لان صفة معناها طويل غرون أوجن عيون رمادية غرون هو اللون الرمادي وغرون أغن وأذنين كبيرين دي أغن وهم الأذنين نابن إيم ليف أين يونجا مان يعني بجانبه نابن يعني بجانب هنا بلوس داتيف كان يمشي شاب ليف هو الفعل لوفن يعني مشا يمشي أين يونجا مان يعني شاب مت بلوندن لوكيغن هاغن يعني دو شعر مجاعد أشقر بلوند صفة معناها أشقر لوكيغ صفة معناها مجاعد ود بلون أوجن ودو عيون زرقاء أين ميتشن مت زومر شبوسن فاتدات نمش دي زومر شبوسن وهو النمش أينم كوتسن هالس ودات رقبة قصيرة كوتس صفة معناها قصير دي هالس وهي الرقبة ود لانغن غلطن غوتن هاغن ودات شعر أحمر طويل أملس غلط صفة معناها أملس شبيلت ان دارنيه كانت تلعب بالجانب ان دارنيه يعني بالجانب ألينة زاكت زي إست زو نيدليح مت ايرن زومر شبوسن إنها لطيفة جدا بنمشيها نيدليح يعني لطيفة أين يونج غروس ودك يعني ولد طويل وسامين دار يونج هو الولد ديك صفة معناها سامين مت شرطن اوغن دو عيون سوداء ديك ان اوغن براون دو حواجيب ساميكا دي اوغن براون وهي الحواجيب أصفة ديك هنا معناها ساميك ود اينا برايطن ناس ودو أنفين عريد برايط صفة معناها عريد دان زاهن زي اينا مال مت اينا موغن جزيشت ثم رأو رجولا دو وجهن بيضاوي اوغن صفة معناها بيضاوي بغايتن شولتان دو اكتاف عريد دي شولتان وهي الاكتاف ود ديشتن وروموش كثيفة دي ومبان وهي الروموش ديشت صفة معناها في هذا الصياق كثيف كانت بشرته باللون البني الفاتح هيل براون يعني بني فاتح ألينة زيغت اف اين فخاو يعني ألينة اشارت الى امرأة ونزاكت وقالت زي است ألت النازة يعني دو أنف مستقيم جيغادة في هذا الصياق معناها مستقيم جوكت يعني في الطريق ديشت مستقيم أو أملاس متلوكيغن كل إنسان فريد من نوعه وجميل بطريقته الخاصة وشن على سينا ويسا دي ويسا يتريق